أهلا بحضراتكم من جديد هناخد حضراتكم دلوقتي في جولة في أخبار التقس نتطمن على درجات الحرارة النهاردة وأخبار الأرصاد الجوية وهيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أما بالليل في الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء قبل ما نتعرف بتفصيل على درجات الحرارة خلونا نتطمن أكتر إيه اللي بيحصل ونتبت الرطوبة والظاهر الجوية مع الدكتورة مونار غانم وعضو المكتب الإعلامي لهاية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور وطمينينا يعني درجات الحرارة هترتفع أكتر بالنهار وإحنا أصلا في موجة ارتفاع ويمكن لسه بدري شوية إحنا في شهر ست صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذ هدير وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين بالفعل إحنا بدأنا نشعر باستفاع ضربات الحرارة خلال فترات النهار وأيضا خلال فترات كتيل بدأت نسب الرطوبة ترتفع تدرجان في الجو وبدأنا نحس بيه نسب الرطوبة خلال فترة النهار وأيضا وخلال فترات الليل في زيادة الفترات سطوع أشاعة الشمس اليوم مستمرين في الأجواء الحرة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الواجهة البحري أيضا بعض المناطق من سواحنة الشمالية شديدة الحرارة خلال فترات النهارة على جنوب البلاد شمال وجنوب السعيد وبالفعل خلال فترات الليل أجواء معتدلة سماما لأنه كمان بيبقى فيه خلال فترة المساء وتحديدا مع ساعات المغرب نشاط لرياح نشاط رياح ده هو نشاط نسبي لرياح بيساعدنا أكتر على الإحساس بالأجواء المعتدلة الربعية خلال فترة المساء ومع دخول ساعات الليل أيضا بتتكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكنها شبورة مائية خفيفة جدا لا تؤثر تماما على حركة المرور تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية لكنها بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا على الساعة 6 أو 7 صباحا رؤية بتتحسن على أغلب الطرق لأن الشمس خلاص بدأ لشرق شمس بأبدر جدا متوقع طبعا استمرار تكون الشبورة المائية خلال أيام القانمة بالإضافة كمان أننا متوقع من غدا الأربعين إن شاء الله يكون فيه ارتفاع أقر في درجات الحرارة سبب الارتفاع أي يا دكتور؟ لأننا هنبدأ نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي هو منخفض دائما نحن بنسمع عنه في بداية فصل الصيف أو في فصل الصيف عموما بيقادم من صحراء شبهة الجزيرة العربية مرورا طبعا كمان بالبحر المتوسط فهي كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط بتحمل بكمية كبيرة من بخار المياه فنسب الرطوبة كمان بترتفع معها في الجو فهيكون في ارتفاع في درجات الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة يعني نحن غدا الأربعين متوقع العظم على القاهرة الكبرى تكون 37 درجة مئوية وكل المحافظات دكتور منارة هتتأثر بهذا الارتفاع؟ بالضبط كل محافظات الجمهورية هتأثر بارتفاع في درجات الحرارة سواحنا الشمالية القاهرة الكبرى شمال وجنوب السعيد ويمكن كمان في جنوب السعيد درجات الحرارة هتتجاوز 43.4 درجة مئوية في لقصر وأصوان فهنا مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة هنبدأ من غدا موجة ارتفاع في درجات الحرارة الموجة دي مدتها دي ايه دكتور منارة؟ هستمر معنا لجداية الإسبوع المقبل إن شاء الله ليوم السبت والحد القادمين مستمرين فيها هتبقى أعلى درجة هننصلا إن شاء الله متوقع تكون 38 درجة مئوية يعني أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار معتادلة خلال فترات الليل لكن الإحساس بدرجات الحرارة هيكون أعلى من القيم اللي احنا بنقولها بسبب ارتفاع لصبر وطوبة وسبب طبعا سطوع أشعة الشأن دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهاية الأرصاد الجوية بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فانت طيب زي ما أكرت دكتور منار في ارتفاع في درجات الحرارة حيبتدي من بكرة ومكمل معنا يمكن لحد يوم السبت والحد اللي جايين فيعني كده نلبس ملابس خفيفة ويعني طول الوقت نتأكد أن احنا بنشرب كويس جدا بنشرب مية على فترات طول اليوم علشان ما حدش يشعر بالحر طبعا على قد ما يقدر وكمان ما يحصلوش نوع من أنواع الجفاف خلونا دلوقتي نتعرف مع حضرتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة نبتدي بالقاهرة الكبرى العظمة 35 والصغرى 24 إسكندرية العظمة 30 والصغرى 22 أما مطروح فى 29 22 سيوى 36 21 بورسعيد العظمة 30 والصغرى 22 أما دميات فى العظمة 29 والصغرى 21 اسماعيلية 36 22 السويس العظمة 35 والصغرى 21 نروح للعريش والعظمة 31 والصغرى 22 أما طابة فى العظمة 34 والصغرى 22 كاترين العظمة 31 والصغرى 18 شرم الشيخ العظمة 37 والصغرى 26 الغرداء العظمة 38 والصغرى 28 أما الفيوم فى العظمة 35 والصغرى 22 بني سويف 36 23 المينيا 36 23 ونروح لأسيوت العظمة 36 والصغرى 25 سوهاج 39 24 إنا 39 25 أما الأقصر فى العظمة 40 والصغرى 24 أسوان 40 26 الوادي الجديد 40 والصغرى 26 شلاتين العظمة 35 والصغرى 24 وأخيرا حلايب العظمة 37 والصغرى 22 والصغرى 26 نوع شريم